اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخرين للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اشهد بالتقطية الإعلامية المميزة والضخمة التي حضيت بها كأس صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لسباق القدرة الدولي برعاية مجموعة جي اف اتش المالية وأكد سموها أن الإعلام شريك أساس في إنجاح مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية جهود كبيرة وجبارة ترجمت من خلال عمل الكوادر الإعلامية المختلفة والتي تواجدت لتغطية مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لسباق القدرة الدولي مهرجان حضي باهتمام إعلامي ضخم وغير مسبوق فالتعاون البحريني الإماراتي المشترك في نقل جميع تفاصيل السباقات كان له رونق خاص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مفثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أشار إلى أن الجهود التي قامت بها وسائل الإعلام إنما هي محطة فخر واعتزاز وكانت جزءاً أساسياً من إنجاح أي حدث رياضي وبين سموه أن الإعلام جزء لا يتجزأ من نجاح المسابقات والبطولات الرياضية ولابد من مواكبة التطور في التغطية الإعلامية والنقل التلفزيوني وإقامة الاستوديوهات التحليلية لمختلف الرياضات للمساهمة في الترويج لمثل هذه المنافسات ومتابعتها عن قرب ونشر ثقافة رياضة القدرة التي باتت تستقلب شريحة كبيرة من الناس استوديوهات التحليل والاستوديوهات المسائية كانت مصدراً موثوقاً للمهتمين بسباقات ولأول مرة على مستوى الخليج والعالم العربي تم إعداد تقديم استوديو تحليلي باللغة الإنجليزية لجذب أكبر عدد من المحبين والمولعين بهذه الرياضة بحضور نخبة من المحللين الفنيين المختصين بها السباق الدولي الكبير شهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية وقدمت كل من قناة البحرين الرياضية وقناة دباي ريسنج وقناة ياس مجموعة غنية من البرامج الخاصة عن جميع الفعاليات والسباقات ونقشت فيها النتائج والفائزين إضافة إلى ضيوف الاستوديو والتحليل الاحترافي لمجريات السباق